حكم العثمانيون اليمن عام 1551 ميلاد لكن سيطرتهم عليها كانت اسميا فقط اسميا يعني ما انهم سيطرين علي بشكل فعلي اللي هم تواجد فقط كانت اليمن اسميا تابعة للحكم العثماني بينما بريطاني احتلت عدن القسم الجنوبي فبما ان بريطاني احتلت عدن القسم الجنوبي من اليمن فهذا الامر ادى الانقسام اليمن الى قسمين شمالي وجنوبي القسم الشمالي كان يحكمه آل حميد الدين وقد استمر حكمهم حتى انقلاب عام 1962 والقسم الجنوبي الذي كان مستعمر ومحتر من قبل البريطاني تابع كفاحه ضد المستعمر البريطاني حتى نال استقلاله ثم استعاد اليمن وحدته كامل الوحدة القسمين عام 1990 فدرسنا اليوم يا طلاب هو اليمن منذ مقاومة الاحتلال الاجنبي والعزلة الى الوحدة ماذا ستعلم من درس اليوم؟ ان يذكر الطالب اسباب احتلال بريطاني عدن ان يذكر الطالب اوضاع اليمن بعد الحرب العالمية الاولى ان يذكر الطالب سياسة بريطانيا على جنوبي اليمن كلمات المفتاحية الوحدة طبعا الوحدة وكان اليمن قسمية فاتحدوا مع بعضهم في دولة واحدة هذا تسمى الوحدة الهدف الاول ان يذكر الطالب اسباب احتلال بريطانيا عدن سارعت بريطانيا الى احتلال عدن عام 1839 لأسباب اول سبب هو ردا على توسع محمد علي في شفة الجزيرة العربية محمد علي تعرفون محمد علي باشا كان والي مصر وفي ذلك الوقت لما السلطان عثماني امره بذهاب الى شفة الجزيرة العربية فتوسع محمد علي في شفة الجزيرة العربية فخافت خشية بريطانيا على وجودها على طريق الهند طريق الهند الذي يوصلها عن معبر باب المندب وقناة السويس وهذه المنطقة فكان في منطقة خليج عدن القريب من باب المندب هذه المنطقة خشية من وصول الدولة العثمانية بقيادة محمد علي باشا على هذه المنطقة فسارعت الى احتلال عدن لكي تأمن طريقها الى الهند تمام؟ تأمن طريقها الى الهند ولتتخذها يعني هذه المنطقة عدن قاعدة لاحتلال المناطق الداخلية يعني تتخذتها لسببين سبب الأول خوفا على طريق الهند والثاني من أجل تكون قاعدة لاحتلال المناطق الداخلية ثم لجأت بريطانيا يعني بعد ان احتلت عدن ردا على توصف محمد علي وتأمن طريق الهند لجأت الى عقد اتفاقيات صداقة مع شيوخ المناطق الساحلية صداقة حسن الجوار وتعامل من هالكلام وهذه المعاهدات فيما بعد تحولت الى معاهدات حماية سيطرت بريطانيا وكلها على جنوب اليمن بشكل كامل مع معاهدات الحماية هي مثل الانتداء بس بصيغة ثانية باسم حماية أنا موجودة هنا لأحميكم أحميكم من هجمات البرتقاليين من هجمات الدولة العثمانية من هالكلام هات فهي بالأصل سيطرت بريطانيا سيطرت على هذه المنطقة بهذه الطريق فبريطانيا أسباب احتلال عدن مهم جدا هذا السؤال ممكن يأتي بالامتحانات كثير هذا السؤال أنه لماذا بريطانيا احتلت مدينة عدن طبعا لأهمية موقعها على طريق الهند وردنا على توسع محمد علي في شبجز العربية وأيضا من أجل اتخاذها قاعدة لاحتلال المناطق الداخلية طبعا في أليم الدولة العثمانية وبريطانيا ترسم الحدود بين شطري اليم حيث رسمت لجنة بريطانية عثمانية عاما 1904 الحدود الفاصلة بين المناطق التي يسيطر عليها كل طرف فالقسم اليمن إلى قسمي القسم إلى قسمي شمالي وجنوبي طبعا المنطقة الجنوبية هذه عدن طلاب هذه منطقة عدن التي احتلها البريطانيين وسيطرهم على هذه المنطقة ومن ثم ما وقعوا معهدات صداقة مع مشايخ الساحل هذه المنطقة فبعدين أصبحت هذه المنطقة هي حماية ضمن حماية بريطانيا هذه المنطقة كلها أصبحت ضمن النفوذ السيطرة البريطانية تمام بالتوقيع معهدات حماية القسم الثاني هو القسم الشمالي ومركزه صلعة مركزه صلعة هذه المنطقة مركزه صلعة يعني كل طرف أخذ قسم من اليمن فهذا كان سبب انقسان اليمن إلى قسمين جنوبي عاصمته عدن تحت الاحتلال البريطاني وشمالي تحت الحكم الأثمان علي الاحتلال البريطاني عدن عام 1839 يا مصطفى حمود استاذ ردا على توسع محمد علي في شبه الجزيرة العربي وخوفا على طريق الهند والتي تتخذها قاعدة لاحتلال المناطق الداخلية تم احتلال بريطانيا لعدن عام 1939 بسبب توسع محمد علي في شبه الجزيرة العربية وخوفا على طريق الهند طبعا طريق الهند طريق التجارة اللي كان الهند هي مستعمرة التاجة البريطاني يعني الهند كانت مستعمرة البريطانية تمام فتخاف انه يقاطع الطريق بالذهاب إلى الهند والتي تتخذها قاعدة الاحتلال المناطق الداخلية بعد احتلال المنطقة الساحلة ترجمة نانسي قنقر